صباح الخير مشاهدينا إن شاء الله تكونوا عم تقضوا نهار تنين حلو هنهار المميز اللي هو عيد الأم بالبداية بدأ بلش عيد كل أمات لبنان وبالأخص أمي بدأ قليك هابي مادرز داي مام وإني بحبك كتير فألا يخلي لي إياكي وخليكي بصحتك وأكيد لك كل الأمات اللي عم بيحضرونها بدأ عيدكن وخليكم بصحتكن وإن شاء الله تكونوا عطول نقطع كل الأزمات والنصايب اللي بتقطع معنا بالحياة وعطول نكون موجودين حد بعدنا ولا نكمل بفكرة باتس لليوم كمان فكرة مميزة معي أني فارتي فاريان اللي هي كمان أم واجهت قصة صعبة شوي خسرت بنتا بي أربعة أب اللي هي غاية وخبت تكمل مسيرة غاية اللي بلشتها بالبداية وهي رسكوينج لكل الحيوانات أني معنا اليوم بستوديو أهلا وسهلا فيك معنا أني أول شي بدأ عيدك ويخليك بصحتك وبلشت أنت مثل ما سبق وقلت خسرنا على غاية بأربعة أب مثل ما خسرنا كتير أشخاص ومع بعض يعني ما في حدا بيقدر يعز أم بهذا الشي بس أنت قوية وقدرت تكملي وإن شاء الله بتضلك وقفة على إجريك وبتضلك بصحتك تكملت اللي بلشتها غاية غاية كانت أنا من رسكوير يعني كانت من محبين الحيوانات وكانت على طول تروح تساعد الحيوانات وتخلص الحيوانات مع كذا جمعية مع أشخاص مثله درت تكمل اللي عملته وصار عنا غاية أسوسيييشن اللي هي غاية فوضوليون أسوسيييشن فخبرينه كيف صارت القصة كيف أنت درت تحولي هيدا الشي للاسوسيييشن وتكمل المسيرة اللي بلشتها غاية غاية هي كانت عندها إنسانة عندها حوب كتير بداخلها كانت حابة تكون أم بالأحراف بس ما قدرت ما قدرت توصل على هالوقت اللي كانت صغيرة أول سؤال سألتها شو بتحب تكوني بس تكباري علتني حب تكون ماما بس هالحنان والحوب والأفكشن اللي كانت عندها هي بداخلها ما قدرت تعطي إلا للحيوانات اللي هني عايزين حب وحنان كانت من محبين الحيوانات مظبوط بس هي أكتر شي كانت تساعد مش إنو كانت تروح تخلصهم على الترقات بس بالعكس كانت تلاقي العيال الحيوانات الضائعين أو تلاقي بيوت أو تقدر تساعد الحيوانات اللي عايزين علاج أو شي ما من هالنوع أكتر من ما تروح تلاقيهم على الترقات يعني كانت مقضية ثلاثة ربع وقتها قاية نعم بتساعد الحيوانات المحتاجة مظبوط بس ما كانت كتير تحصصها تضل هي على الكمبيوتر عم بتفتش وتعمل وخاصة كمان وقت اللي كانت مسافرة عم تدرس برات لبنان وقتها تقضي مع الحيوانات بلبنان وتشغلنا كلنا هون بلبنان تكون قاية على الطاقة عم بترقب كل الكلاب الضائعين أو مسروقين أو شي تتشغلنا كلنا أنه نركض نفتشهم على ترقات وهون نلاقيهم هون الحيوانات عندي جاية كمان عند أخت وأختها فيترينار يعني كمان أنتوا بالعائلة في حب للحيوانات أنت كنت مثلهم يعني أنت اللي عودتون على هيدا الشي ولا هن هيك بيحبوا الحيوانات من وقت ما خلوا صراحة هني يعني من أول ما خلوا هني هيك أكيد هالشي أنا كمان كان عندي وعائلتي كلهم موجود هالشي كل العائلة عندهم حيوانات بالبيت بس بي كان عنده خبرة كتير بشعة كان متعلق بالكلب يلي بعيش معهم 13 سنة بعد ميت من كنسر ما كان حبب يرجع يمرق من ذات التجربة كان يقلنا أنتوا بس كل واحد منكم بس تكبروا تجيب الحيوانات وكذلك عملنا كلنا صار عنا كلبين ثلاثة واحد وكل كل هالشي أو أكتر شي هلا اليوم أنت عم بتكمل ليبلشتوا غاية وصار عنا غاية في فضوليان أسوسياشن يلي هي كمان عم تهتموا بكل شي فيكم تعملوا رسكوينج حيوانات محتاجة أنت مستلمة كل الاسوسياشن الاسوسياشن مستلمتها أنا أكيد في عندي بنت ماريانا يلي هي البترينارية تهتم كل شي بإلو علاقة بصحة الحيوانات أوكي ومعي شخصين ستيفاني وغاستيان وسارة غنيمة يلي كمان هني على البورد طبعا الاسوسياشن أكيد من وجههم تحية لأنه عم بيساعدوك بالاسوسياشن مظبوط بشانو عم بيساعدونا عم بيعملوا كرميل غاية صراحة أكيد نحنا يعني غاية بلشت بشي حلو فأكيد بدنا نكمل اللي عم تعملوا غاية ونحنا عطول نتذكر على غاية وأكيد هي رح تكون فخورة فيك وأكيد بالكل اللي عم بيشتغلوا عم بتلاقي وجوه صعوبة عني بالمساعدة كيف عم بيكون البال على هذا الموضوع في صعوبة بالمساعدة أكيد فيه بس كاتر خير الله كمان في شباب وصبايا لا بالبال ولا بالفكر حتى ما بعرفوا مني شايفي وجون بس بيساعدوني بطريقة ما من خلال الواتس أب من خلال السوشيال ميديا أكيد أو كمان بنقلوا الحيوانات من مكان لمكان كل يوم بيجيك التلفونات كل يوم كذا واحد يعني بتحس هلأ من السبح أورادي عندي كم تلفون يعني أنت كل نهارك عم تشتغلك رميل أسوسياشن عم بيكون عندك وقت لحالك لا أكيد بعمل غير إشيا بس بياخد وقت كثير أكيد بياخد وقت كثير شو أنت بحاجة لأله اليوم يعني بكى أسوسياشن إذا أنت هلأ أحد أنا بدأ نوصل مثل المساج شو أكتر شي بتحسي أنه بتقولي لو هيدا الشي موجود كنا بنشتغل أكتر أو بنقدر نساعد أكتر أو بتكون الشغلة أسرع هلأ أكيد أول شغلية اللي حب يكون عندي هو بشلتر صغير لألي اللي أقدر حت فيهم شي بحدود 25 كلب لحتى أنا أقدر أهتم فيهم أكتر وكونوا لألي هلأ أنا مزهورة ما عندي مكان حتتهم بشلتر أو ببوردينج البوردينج أكيد من كلفة كتير بس قريب لبيتي وفيني أنا أي دقيقة تلشوفهم نروح نلعبهم عايزين دوم نلاحقهم جربت حتهم بشلتر شلتر كتير بعيد ما قدرت رجعت جبتهم على البوردينج رجعت جبتهم على البوردينج بس البوردينج هو فيها مصروف أكتر أكيد هو البوردينج يعتبر شهري عنده مصروف شهري لا تدفع علي أكيد أكيد ومن عدل الأكل من عدل العلاج والأدوية أو بيجيني كيسس من بره لبره بيكونوا مثلا بسينات اللي ما عنا شلتر للبسينات بس بنساعدهم إذا عندهم علاج عندهم عمليات بنهم قدرانين بس نحنا تنقدر نكمل بدنا كمانا ناس يساعدونا أكيد من كل الانواع مش بس بالمدية يعني يكون أكون في دونيشن بيكون في سببوشن 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 في منهم بيقدروا يعملوا يعني هن بيأخذوا الكيس الكلب بيعملوا بس بذات الوقت عايزة أكيد 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 ما هم بتحس شويها الجيل الجديد أو شويها الأصغر بالعمر عم بيكونوا عندهم الويل أو عندهم اللي أقبال أشتغلوا أكتر فويل بس نسبياً للشباب كميات الشباب لا كتير إليل بتحس العالم عم بتفل عالم تلتة أربع عم تفكر بحارة لا لا ما بعرف يمكن عايزة مع أهليهم عندهم يحب الحيوانات يكون عندهم أكثر من واحد حيوان في البيت ما بقى يعني بنحوز أكثر شي أكثر شي فوستررس يعني عالم تقدر تخلي الحيوان عنده لكان إذا كان وريد أو إذا كان عنده حالة بيضل عنده لكان مش حالة والإناله أدوكتر هذه الفوستررس كتير قليل في لبنان وهي أكثر شي عايزين نحن لأن الفوستر بساعدنا صح أكيد يعني من استغني من البوردين بيشيل عندك تقل يعني إذا محطوط الكلب ببيت حضن فوسترنج يعني عم بيهتم فيه إذا كان عنده كيس معينة لطبابة لنوع أدوية لازم يخدها يعني بتحس بيكون مأمن ببيت أنت اللي يوصل يتسير صحته مني حالا نقدر ننقله لمحال تاني للتبني مضبط وهلا فيه كمان ناس عم بيقدروا يسافرون برات لبنان على كندا أكثر شي مرأة على كندا لأنه عم بتكون أهيا من غيره لأنه الطلبات يمكن شوي أقل أوكي الفلايت يمكن طويل الوقت طويل بس أنه الحيوانات عم بتقدر تسافر على كندا أسرع من غيره بس أنا بفضل مثلا فينا نلاقي عيال هوني بلبنان يتبنوا أحسن مما نبعتهم هالقليلين نعرف مين ووين مين ألك الكندا وين رايحين الحيوانات مضبوط بس للأسف أنه نحنا اليوم العدد العالم اللي قادرة تستوعب حيوانات اليوم ببيتها عم بيكون أقل من قبل بما أنه عطعين بأزمة كتير كبيرة على اللي اللي ما يكبوا على الترقاط عم بيزطوهم ما مشان هيك منفضل أنه يبقوا بشلتر أو يسافروا على كندا من ما نلاقيهم مستوطين على الترقاط لأنه كتير عم نشوف حيوانات مستوطة على الترقاط بنتك البترينار ما اسمه بنتك؟ ماريانا ماريانا تاخد هي الكيس يعني هي عم بتكون عم بتطببون؟ أكيد هلأ ماريانا كانت تشتغل بكلينيك بس كم شهر وقفت الشغل حتى لأنه هي رئيسة لجنة طبعا أهالي دحايا مرفق بيروت زو عدت كل وقتها لقضية أخطاء هلأ كل شي فيها هي تعمل برات عيادة أكيد هي إن كيس عايزين نحنا إنو الحيوان لازم يروح على عيادة لا نبعتهم على العيادة ويبتتواصل معهم أنا بتواصل مع الحكمة إذا بدون عايزين إكس راي عايزين سكان عايزين عملية سهولة ما فيها تعمل هي قلنين إحنا اليوم أنا كتير صارت يعني صار علنا كتير أساسيياشنز وشلترز وأشخاص عندهم أنجي أوز خاصة بالحيوانات بتجتمعوا بتحكوا مع بعض يعني بتتعاونوا مع بعض ولا بتحس إنو مثل كيازا شغلة تانية يعني كل واحد فاتح لحاله كل واحد عم يشتغل لوحده تقريبا لكي ولا بتتعاونوا؟ ليه ما بتتعاونوا؟ ما عم تقدروا؟ بس يمكن شخصين بيتعاموا لأنجيو اتنين بحسهم بس إذا تجتمع كلنا صوا كأنجي أوز إذا صار في مثل جامعة كلنا نتضامن مع بعضنا قديش بتلع ريزالت أحسن وقدم نقدر نساعد أكتر؟ ولا ما بتلعي هذا الشيء؟ ومنا شغلة هيك شغلة بس إنو مش بالقوة؟ مش بالقوة إن شاء الله يعني نقدر نوصل لنهار إنو نضامن كلنا مع بعض نحنا بنجري بفكرة باتس قد ما فينا نضوع هيدا الموضوع للأشخاص اللي متلك أني يعني عن جد عم تعمل شيء رائع وأكيد جاية كتير مبسوطة وبرود وشو يعني نحنا بحاجة لأنو نضل متضامنين وعم نساعد بعضنا إن شاء الله نقدر شي نهار نتوصل إنو نكون كلنا إيد وحدة لنوصل لريزالتس أكتر ونحنا قد ما فينا عن جد بنعمل توعية ونجري بنقول إنو لهالأشخاص اللي بحاجة مثلا أنت اليوم عم تقولي إنو بهم يكون عندك فولنتير فأكيد إذا مين ما كان عم بيحضرنا اليوم أو إذا حدا عنده أولاد عباله إنو يكون فولنتير أكيد بيقدروا يتوصلوا معك هلا الفولنتير معقول يكون بكذا الشيء مثلا نحنا نعمل سوشل ميديا بيكون في ناس بيكون أول كوبي رايتينج هالشغلات إذا بيكون في فولنتير بيخف المصروف علينا مصبوط أكيد أم تفهمي ونقدر نساعد أكتر وأكتر أكيد بالنهاية يعني نحنا إذا ما هيدا اللي عم نقوله إذا نحنا بنضامن وبيكون في فولنتير أكتر نحنا بنقدرين نوصل لريزالتس أكتر ونساعد أكتر لأنو بعديك عم بتقولي إنو اليوم هلأ 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 صار عنديك كلبين اليوم هلأ بدك تخلصي تروح تشوفي شو الكيس تبعون هلأ تلاشل يوم أول شو بيجينا بعض الكيس كمان أبي جيكي عم تقدر تلحق على هيدا الشي بأي ناحية يعني وقتون يعني عم تقدر هيدا الشي كنته كتير وقت يعني بدك واحد يكون متفضة لأنو اليوم الوقت طالي مش ما إنساني بيشتغل كتير أنا ما عندي مشكلة عندك شي تاني شغل بتعمليه كنت كمان عم كمل الجاليري تبع غاية غاية كانت كمانا مباشرة بالغاليري بالغاليري وهو المفروض الانتاج الربح للغاليري مفروض يروح للأسوسياشن هاي هي هنه مرتبتين بطريقة مع الغالوري مع الأسوسياشن الغالوري عملنا معرضين واتات كانونا شحين مناح وهلا أكيد كانونا شحين أكيد إن شاء الله على طول بالنجاح وأني الله يخليك بصحتك وخليليك ماريانو خليك قوية وخليك مكمل هالشي اللي غاية كانت عن جد تحلم فيه عم تعم شيز بيلدنج ات أكيد هي فخورة فيك وكلنا فخورين فيك وشو بدنا نقليك يعني هي تكون مبسوطة محل ما هي بس أكيد هي مبسوطة إن شاء الله أكيد كمانا لكل أهل ضحايا انفجار بيروت يعني حتى الأمات بدنا نعيدكن وإن شاء الله تخلوا دلكن بهمتكن أنا بدأت شكر وجودك معنا أني لكل المشاهدين اللي عم تحدرونا فيكم نشوفوا البيج الأسوسياشن على انستغرام إذا حابين تتواصلوا معني فاصل ونرجع اشتركوا في القناة